موضوع النهاردة هيبقى introduction to web هنتكلم فيه عن يعني ايه انترنت يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه وركز في النقطة دي جدا لان النقطة دي حيتبنى عليها بقية الفيديوهات الجاية كلها تمام طيب خليها نبدأ قبل ما نبدأ نقول انترنت خلينا نعرف يعني انتورك نتورك هي مجموعة من الاجهزة بتبقى مرتبطة وبتنقل data تمام بمعنى لو انا ساكن في العمارة وليه واحد جاري ساكن في عمارة تانية وقدرنا نوصل الاجهزة بتاعتنا ببعض يبقى احنا كده عملنا نتورك طيب ايه بقى كلمة انترنت انترنت هي اختصار لكلمة انترنتوركينج تمام يعني لو انا وزميلي ده اللي ساكن او جاري ده اللي ساكن في العمارة التانية عملنا نتورك واحد تاني في القاهرة عمل نتورك تانية هو برضو وزميله او جاره واحد تالت مثلا في ده منهور برضو عمل ايه نفس الحركة لو جينا ربطنا النيتوركس دي او مجموعة النيتورك دي ببعض كده يبقى ده اسمه ايه انترنت تمام يبقى الانترنت هو مجموعة او وهو عبران ايه من الاخر يعني طيب الانترنت او بمعنى اخر بعد لما ربطنا الاجهزة دي ببعض طب احنا استفدنا ايه استفدنا ان احنا نقدر ننقل الديتا لبعض صح كده يعني انا لو عايز حاجة من جهاز جاري او زميلي اللي ساكن جنبي في العمارة هاخد ايه الحاجة منه من غير ما اروح له بنفسي او اني اروح له البيت او اروح له للمكان اللي هو فيه نفس الكلام له واحد قاعد في مدينة تانية حاضر اخد منه الديتا ايه من غير مروح بنفسي طيب الانترنت بيقدم لنا ايه الانترنت بيقدم لنا مجموعة من السيرفز او الخدمات امثلة على الخدمات دي الwww دي هنشرحها السلايد الجاية بيقدم لنا كمان الفايل ترانسفير يعني بما ان انا اقدر اعمل ابلود فايلز ميل ان انا اقدر ابعت ايميلز زي البرامج بتاع سكايب اني اقدر اتكلم من خلالها تمام ده كده كان بالنسبة الانترنت يبه هو الانترنت عبارة عن ايه هي نتورك اوف نتوركس يعني مجموعة من الشبكات تمام اترابطت ببعض فكوت لنا الانترنت طيب ايه بقى الwww قبل من نبدأ نتكلم عن الwww خلينا ناخد نظرة سريعة عن شخص او راجل اسمه الراجل ده في سنة تسعة وتمانين عمل البروبوزر بمعنى كانت الانفورميشن كانت كتير جدا وكانت بديها فالراجل ده انفكر في اقتراح قال طيب وكتير جدا ليه محطهاش في مكان ويبقى سهل على الناس انهم يعملوا لها اكسس في اي وقت وبسرعة يعني لو انت قاعد في مكان بقيت خالص تقدر انك تعمل اكسس للانفورميشنز ده ده كان اقتراح والراجل ده برضه هو اول راجل عمل ويبراوزر وعمله وبقى فيه فكرة فيبقى الراجل ده هو الانفنتور بتاع الورلد وايد ويب يبقى ايه هو الورلد وايد ويب ده الورلد وايد ويب هو واحدة من السيرفز اللي بيقدمها الانترنت احنا اتفقنا الانترنت هو ايه network of networks صح كده وبيقدم مجموعة من السيرفزز الكتير من ضمنها ال www ال www دي بتقول ايه بتقول ان يا سيدي لو انت عايز اي information على الانترنت انا اقدر اقدمها لك بس عن طريق url ناخد مثال بسيط خلينا كده نفتح الويب براوزر اول لما بيجي اقول مثلا www.facebook.com كده ده معناها ايه كده معناها ان انا يا فيسبوك او يا جهاز او الجهاز اللي موجود بايد بتاع الفيسبوك انا عايز information منك بمجرد لما ادوس enter كده كده انا رحت عملت او طلبت من الجهاز اللي اسمه فيسبوك ال information دي كده خلينا نرجع تاني الانترنت هو network of network هي مجموعة الشبكات وزي ما ادفعنا لو انا عهد في مكان وواحد زميلي تاني عهد في مكان تاني فبدل ما بروح لبنفسي لا احنا متوصلين عن طريق شبكة الانترنت ده بيقدم مجموعة من السيرفز زي www بعد كده جاء تم بيرنارز لي قدم البروبوزر بتاعه قال ليه ما نحطش الانفورميشن في مكان واحد والناس تقدر تعمله اكسس اه بالمناسبة ده اللينك بتاع البروبوزر الفعلي اللي هو اللي اقدمه تم تمام تمام بعد كده اتفقنا ان احنا لو عايزين اكسس اي انفورميشن او ويب ريسورس تمام عن طريق حاجة اسمها اللي هو اليونيفورم وده شكل دلوقتي احنا هنتكلم على شكل يورل بالتفصيل طيب هي حاجة كمان بس هو يورل ده بيرميني فين ده بيرميني على الجهاز بتاع فيسبوك او بمعنى اخر بيوديني بعمل ريكوست للسيرفر بتاع فيسبوك يعني مثلا لو انا ليه واحد زميلي اسمه احمد وليه ويب سايت مثلا فانا ممكن اقول www.حمad.com ايبادة الجهاز بتاع احمد تمام طيب نرجع تاني سوري ماشي اللي بقى ده عبارة عن ايه اللي بقى ده عبارة عن الادرس تمام او الريفرونس بتاع ريسورس على الويب خلينا متفكين انت الويب مش شرط ان هو يبعث لك صفحة بس هو ممكن يبعث صفحة وصور ممكن يبعث فيديو ممكن يبعث فايل صح كده يبقى معنى ذلك بلاش بقى نقول ايه ان الويب بيرود عليها بصفحة لا خليه ان انا بحاول تمام هو ده الادرس او هو ده العنوان بتاع الريسورس اللي انا عايزه ده يعني لو عايز فيسبوك يبقى انا معي الURL بتاعه لو عايز يوتيوب يبقى انا برضو لازم يكون معي الURL بتاعه لو عايز اي سايد في الدنيا يبقى لازم يكون معك اللي ايه الURL طيب الURL ده بيتكون من ايه اول جزء منه بيبقى عادة بروتوكول ايه بروتوكول ده ده طريقة اللي اتنين او اللي اتنين كمبيوترز يقدروا يتكلموا بيها مع بعض او يقدروا يعملوا communication مع بعض يعني لو انا عايز ابعد data او request data من كمبيوتر تاني لازم يكون فيه بروتوكول احنا متفققين عليه او طريقة الكلام ما بيننا لان ما ينفعش ان انت تبعتلي data بشكل تمام وانا استقبلها عندي بشكل تاني خالص او اترجمها بشكل تاني خالص لا احنا لازم زي ما هي طالعة من عندي انت كمان تاخدها تترجمها بنفس الشكل اللي انا طلعته فهنا دي وظيفة البروتوكول دايما هتلاقي الويب بروتوكول هتبقى غالبا يعني http https زي هنا الفيسبوك هتلاقي http اهو ده اول جزء طيب ايه الجزء اللي بعده بعد كده او بمعنى اخر خلينا مؤقتا ننخش في مصطلحات تكنيكال خلينا نقول ان ده اسم الجهاز اللي انا عايز اروحه يعني لما اقول https انا كده عمد جهاز احمد طيب لغاية كده وقفت لسه عارف انت لما بتخش على مية كمبيوتر عندك وبتفتح الدرايفر بتاعك بتاع الجيمز او بروجرامز او اي ان كان بعد كده بتروح الاغنية معينة عشان تفتحها عارف انت الهيراركي ده برضو هو هو موجود عندنا فين؟ في الURL ده يعني كلمة اللي هي الديركتوري او الفولدر بعد كده الفايل نيم ده الفايل اللي انا محتاجه يعني مثلا لو انا عايز اروح اشغل اغنية مثلا انا بافرد على سبيل المثال فيبقى www.ehmad.com slash song slash اسم الاغنية مثلا mp3 تمام؟ يبقى معنى ذلك لو انت عايزت على الويب هتعمل ايه؟ لازم يبقى معاك الURL مش لازم مش منداتوري منك يبقى معاك slash اسم ال directory او الفايل نيم بس هنعرف الكلام ده قدام لما ايه لما نيجي نشرح طيب خلينا نعمل ريكاب سريع على الحتة دي انترنت هو هي مجموعة الاجهزة المتصلة البعض والانترنت بيقدم لي مجموعة من السيرفز زي www.file transfer mail voice over IP بعد كده دخلنا على www تم عمل proposal وقال لها جماعة طالما الانفورميشن موجودة في كل حتة كده وسهل انها هتفقد فبالتالي انا هعمل برو بوزر ال information management system هو ال inventor بتاع ال world wide web واي resource انت عايزت اكسسه على الويب هتعمل ايه؟ بالمناسبة ساحك كلمة web اه برضو بتشيل ال world wide web يعني اللي اتنين واحد فاي resource انا عايز اكسسه على الويب لازم يكون معايا ال URL بتاعه اتفعنا ان ال URL هو ده ال address بتاع ال resource او هو ده ال reference لل resource ده طيب ايه ال URL ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من protocol و من ايه؟ بعد كده مجموع من ال directories لغاية لما اصل لل file اللي انا عايزه protocol هي ده طريقة لتنين كمبيوترز بيقدروا ينقلوا البعض data او يعملوا communication ما بينهم وما بين بعض طيب ندخل بقى على client server مدر يعني ايه client server server جاية من اسمه ان هو حاجة او شخص بيخدم صح كده client هو ال user او المستخدم للخدمة دي فيبقى ده معنا ان السيرفر هو بيقدم خدمة هو client بيوز الخدمة دي طيب السيرفر عبارة عن ايه بقى؟ السيرفر ده عبارة عن كمبيوتر تمام؟ بس عادة تمام بيبقى امكانياته اعلى من الكمبيوتر العادي يعني مثلا ممكن تلاقي رماد بالتيرا مثلا يعني 132 جيجا حاجة زي كده الهارد بتاعه بيبقى بالتيرا واكتر يعني مش بيبقى كمبيوتر عادي طيب ليه؟ علشان يقدر يستحمل الريكوستات الكتير اللي بتجيله حاجة زي الفيسبوك فطبيعي يعني احنا انت بتكلم في فلازم ان هو يبقى فيه او يبقى السيرفر بتاعتهم قوية طيب بيبقى عادة اللي هو الجهاز بتاعنا اللي هو الاند يوزر بتاعنا طيب دلوقتي السيرفر او بمعنى اخر هوا انا ينفع اخلي الجهاز بتاعي يبقى سيرفر او ينفع بس بيبقى عن طريق انت بتنازل سوفتوير معين على الجهاز العادي بتاعك تقدر تقلبه يبقى سيرفر وده هنشوفه مع بعد اول لما نيجي نشرح تمام؟ بس خلينا متفكين ان عادة بيبقى السيرفر ايه؟ الهاردووير بتاعته بيبقى قوي رمات عالية بروسسور عالي هاردووير اكبر من الكمبيوتر العادي وكلاينت هو ده اللي بيريكوست السيرفر دي من السيرفر امثلة على كلاينت في عندنا كروم في عندنا سافاري فايرفوكس اي ويب بروزر اه حاجة كمان انا اول لما بقول www.facebook.com ودوس انتر كده انا رحت عملت ريكوست للسيرفر فيسبوك وقولت له لو سمحت انا عايز البيج بتاعت فيسبوك فبالتالي اللي بيحصل ان ريكوست بتاعي هنا بيمشي في الانترنت او بيمشي في الاجهزة الكتير دي لغاية لما يوصل للسيرفر بتاع فيسبوك بعدين يجي السيرفر بتاع فيسبوك بيرد علي بريس بونز يبقى معنى ذلك ان الكلاينت بيعمل ريكوست والسيرفر بيرد بريس بونز اللي هي البيج اللي انا عايزها تمام اخيرا فاد الحاجة ايه كلاينت سايد تكنولوجيز او ايه الحاجات اللي بترنع الكلاينت سايد فيه اتش تي اميل css javascript وفي الفيديو الجاي احنا هنطبق مع بعض عملي وهنعرف يعني ايه اتش تي اميل وحننلق يناظره برضه على css ومجرد تعريف بسيط عن الجواسكريبت طيب كلاينت سايد فان اللي هو ايه زي بروزر كروم سفاري فاير فوكس وهي دي اللي بيران عليها اتش تيميل وcss وجواسكريبت احنا كده خلصنا هنعمل ريكاب سريع على كل اللي خدنا النهاردة وفي الاخر حنشوف الرفرانس طيب النهاردة عرفنا ايه عرفنا الانترنت هو عبارة عن نتورك اوف نتوركس يعني مجموعة من النتورك مربوطة ببعض الانترنت هو مش للويب بس لا خالص هو عم بيقدم سيرفز كتير من ضمنها الويب اللي هو ورلد وايد ويب فايل ترانسفير الميل فويس اوفر اي بي زي سكايب ولا اخره بعد كده جاء تيم بيرنرزلي سنة 89 قدم بروبوزر بتاعه وقال يا جماعة ما ينفعش ان نتبقى الانفورميشن ايه بيحصل لها لص ويبقى صعب ان احنا ناكسيسها لأ انا هعمل الانفورميشن مانيجمنت سيستم وحاطلك عليه ورلد وايد ويب ان اي حد يقدر بسهولا هو ياكسس الانفورميشن واللي عايز ياكسس اي رسورس عن طريق الويب حيبقى عن طريق ايه يرد فيديوز الى اخره تمام بعد كده امنا جينا شرحنا اليو ار ار ال واتفاقنا بروتكول هي دي طريقة اللي الجهازين كمبيوتر بقدروا يعملوا كوميونيكيشن واليو ار ال اللي بيتكون كمان من دومين نيم او الجهاز بعد كده والفايل اللي انا عايز اعمله اكسس واتفاقنا ان ده شبيه بالهيراريكي اللي هو ايه بتاع كمبيوتر بتاعنا ساعة لما بروح وافتح ملفها اغاني بعد كده شرحنا كلاينت سيرفر موديل واتفاقنا ان السيرفر ده بيبقى كمبيوتر قوي امكانياته قوية انه هو يقدر يسيرف الريكويست اللي بيتجيله من الكلاينت تمام واتفاقنا ان احنا ممكن نحول الكلاينت بتاعنا يبقى سيرفر بس عن طريق سبيشال سوفتوير وحنشوفه مع بعض ساعة لما ايه نيجي نشرح البيه ايه امثلة على كلاينت بروغرام حاجة زي كروم حاجة زي سفاري فاير فوكس وإلى اخره ايه التكنولوجيز اللي بترنع client site html css javascriptو هنشوف مع بعض ال html css اخيرا دي الريفرانس اللي تبنت عليها اللي سلايدزو لو انت حابب تزاود مع نفسك ممكن تقرر الريفرانس دي ترجمة نانسي قنقر